السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم من جديد لشروحات جديدة لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطر عشان تشعركم من اشعارات اول باول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 وان اكس او الدكتور جمال بالعربي هتضغطوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشيكوا عليها وتشوفوا الاشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الاشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وان شاء الله الكل يتفهمها غير كده في قواعم تشغيلية زي ما انتم شايفين في عنوين طبية وعنوين تقنية وغيرها الكثير ما رح اطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصواها بنفسكم والى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح جديد وموضوع جديد عندنا اولين الكوليسترول والكوليسترول موتابوليزم يندرج دحت الفاتي اسيد اور الفاتس موتابوليزم والكوليسترول هناخذ فيه السينثيسز عملية تكوين الكوليسترول والترانسبورت عملية نقل الكوليسترول احنا قبل كده تكلمنا ان الكوليسترول ينتقل عن طريق اللايبو لكن هنوضحها اليوم بشكل اوضح من اول وهنتكلم عن الاكسكريشن اذا كان عندنا الباد كوليسترول او كمية الكوليسترول exist than the needs لما تكون كمية الكوليسترول اعلى من اللازم طيب introduction to كوليسترول موتابوليزم مقدمة على عمليات الايض للكوليسترول اولا كوليسترول is important biological molecules عبارة عن جزي جزي خلوي مهم جزي خلوي مهم باستخدام امتع باستخدام في التركيب باستخدام 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 اهميته انه يكون في الجهاز او في الغشاء الخلوي للخلايا يعني بيكون عنده في الشكل او في التركيب كمان انه بريكيرسر عبارة عن مادة اولية منها يتم تصنيع الفايتامين دي والستيرويد هرمون والبايا الاسد اللي هو العصارة صفراوية طيب what is koolestrol ايش هو الكوليسترول الكوليسترول is steroid derivatives contain of steroid nucleus اوكي فالكوليسترول نفسه هو عبارة عن steroid steroid هذي اللي هو الاستيرويدات ليش سمينا steroid لانه يتم تصنيعه او انه يحتوي على steroid nucleus والستيرويد nucleus اللي هي النواة الاستيرويدية عندها characteristic اوكي فالكوليسترول is consists of 27 كاربون بيحتوي على 27 كاربون and has a hydroxyl group at carbon 3 and has a double bond between carbon 5 and carbon 6 and also has a side chain as carbon 17 هتوضح هذه الحين بيحتوي بالستركشور اوكي and has a double bond between carbon 5 and 6 and has a side chain as carbon 17 هذا احد الاسئلة الاسئلة التي تجي هدى احد الاسئلة التي تجي define or identify identify كوليسترول يعني نعرف الكوليسترول او ما هو الكوليسترول او تحدث عن الكوليسترول but you must to make in your mind these five things steroid necklace 27 كاربون hydroxyl hydroxyl at carbon 3 double bond at carbon 5 carbon 6 and the side chain as or at carbon 17 هذا الكوليسترول الكوليسترول هذه هي الاستيرويد نيوكلاس اللي هو لحد السبعة عشر this is the steroid نيوكلاس okay the steroid نيوكلاس consist of three molecules of six or يعني sudae structure يعني بيحتوي على ستة اضلاع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة sudae الاضلاع we have three molecules about six structure okay and one molecule in five two three four five it's four five structure this is called leuosteroid nucleus and have hydroxyl molecules at carbon three this is the hydroxyl molecules at carbon three also has a double bound between five and six this is the double bound between five and six عندها رابطين زي ما شايفين خطين also has a side chain at carbon 17 لو شايفين هنا هذا side chain اللي ما على ارقام عند الكربونا كم 17 عند الكربونا 17 فهذا من structure بيمكننا ان نقول تعريف الكوليسترول يمكن هذا اهم structure لازم تكونوا عارفين عنه طيب الكوليسترول is present in tissue and in plasma يعني بيمكنك انك تلاقيه في البلاسما او في التشو داخل الخلية او في البلاسما اوكي present in tissue and بيكون موجود على شكل من الاشكال الاشكال هذي اما بيكون عبارة عن free كوليسترول or كوليسترول easter اللي هو storage form هذا الشكل اللي يخزن يعني لما يكون عندنا كوليسترول هذا بيكون حائم وبيكون تحرك وتحصل له بيكون تحصل له مني راكشن وبيكون تحصل لهم مني راكشن and other time we can find it as كوليسترول easter زي ما شايفين هذا الكوليسترول وهذا الكوليسترول وهذا الكوليسترول الفرق بين الكوليسترول والكوليسترل الاستر ان الكوليسترول بلس فاتي اسد يصبح كوليسترل استر زي ما شايفين كوليسترول ادشين اوف فاتي اسايل كو اي اللي هو الفاتي اسد give us cholesterol by enzyme acyl coa cholesterol acyl transference مختصر لها بال ACAT الانزيم عبارة عن acyl coa cholesterol acyl transference طيب من أين يأتينا الكوليسترول هذا a source of cholesterol إما يجي من الضايت أي من الغذاء عندما نأكله فيأتينا من الضايت فكوليسترول occurs in food موجود في الغذاء أو في الطعام of animal origin في مصادر اللحوم أو الحيوانات فقط only such as اللي هو اليج الاج يولك اللي هو صفار البيض الميت اللحم الليفر الكبد and البرين الدماغ هذا الكوليسترول يأتي من الضايت only from animal عندنا نوع ثاني ممكن نأخذ من النبات لكن ما هو الكوليسترول ونأخذ بعد شئ لكن اللي هم من أنه source of cholesterol one is from diet mainly from food of animal origin يعني من الغذاء اللي يكون حيواني the second source المصدر الثاني هو denovoo synthesis ومعنى كلمة denovoo هنلاحظها كثيرة اللي هي معناها أنه يتم تصنعه داخل الجسم أوكي اللي هو inside the body أو ممكن نحط synthesis of cholesterol inside the body أوكي طيب الكوليسترول synthesis عملية الكوليسترول synthesis أولا كوليسترول is synthesized in all tissue containing nucleated cells بمعنى أنه يتم تصني الكوليسترول في جميع الخلايا اللي بتحتوي على نيوكلياس طيب occurs in cytosol and endoplasmic reticulum مهم أنه نعرف position وهذه من أهم الأماكن اللي يوضع فيها السؤال تصير فيها الأخبطة الكوليسترول حالي في short note وحالي في excuse colesterol a course colesterol synthesis a course in بالبالا and بالبالا you will write cytosol and endoplasmic reticulum okay or you will choose both these locations so a course in cytosol and endoplasmic reticulum طيب الكوليسترول is synthesized in the body from acetyl co a يتم تصنيع الكوليسترول from اللي هو acetyl co a و acetyl co a إما يأتينا من البيروفيت oxidation من تحول البيروفيت إلى acetyl co a أو ممكن يأتينا من البيروفيت oxidation إن إما تتكسر الفائة acetyl تعطينا acetyl co طيب العملية هذه تبع الكوليسترول synthesis require اللي هو الناد pH ATP وال oxygen محتاج لهذه الأشياء لابد من وجودها لكي تتم الأملية as a co enzymes or co factors require الناد pH وال ATP وال oxygen طيب biosynthesis أمني تلو تكوين of cholesterol divided into five steps بتمشي على خمسة خطوات الخطوات هذه نشرحها بالfigures ثم نشرحها كمان بالslide على أساس تثبت عندنا الخطوة الأولى وهي synthesis of mevalonate خطوة الأولى هي synthesis of mevalonate وعمليات الميvalonate هنشوف كيف يتم تكوينها طبعا الخمس الخطوات هذه عبارة يعني هنعرف هنعرف خمس خطوات كده بسيطة لكن كل الخطوة بتمشي بعدة reaction بعدة تفاولات مثلا mevalonate هتلاحظ أنه تمشي في عملية من 3 أو 4 خطوات عشان تعطينا الميvalonate ثم نجح الخطوة الثانية وهي عبارة عن تكوين هذا المركب ثم تمور شوف بكم عملية علشان يتكون عندنا المركب اللي مكتوب في الخطوة الثانية بعدها بعد ما يتكون المركب الثاني نجح للخطوة الثالثة وهكذا رح نراحظ أنه كل خطوة من الخمس الخطوات تمشي بعدة تفاعلات زي ما شايفين أنه كل خطوة تمشي بعدة تفاعلات بالنهاية هنلاحظ أنه تمشي في خمس خطوات أساسية وهذا اللي يهمنا وهو بايسينثي كوليستيرو ديفايد انتو فايف ستيبس هذا حيان تجيك في شورط نط أنك تكتب الخمس الخطوات هذه بشكل لأنه مختصر زي ما هو ستيب 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 ميفالونيت ونروح للفيقرس عشان تكون نمشي معاها يعني واحدة واحدة طيب الفيقرس سوري طيب الكولستيرو ستيبس أكور ستيبس this is the five ستيبس هنمشي أول شي على step one واللي هو synthesis of me valonate طيب عملية المي valonate عشان تتم تتكون first is condensation of acetyl co a مع acetyl co a عن طريق انزيم اسمه الثايوليز الثايوليز هذا بيكون لنا مركب اسمه اللي هو aceto acetyl co a acetyl co a يحصل condensation مع acetyl co a عشان يكون لنا اللي هو hydroxy methyl gluteryl co a عن طريق انزيم ال hmg ال hyderoxy methyl gluteryl co a synthase هذا هذا 3 hyderoxy 3 methyl gluteryl co a عبارة عن 6 carbon لانه هنا عندنا acetyl co a 2 carbon acetyl co a 2 carbon بعدين هنا عندنا acetyl co a عبارة عن 4 carbon then addition of acetyl co a 2 carbon 4 carbon 2 carbon 6 carbon بعد ما تكون 3 hydroxy 3 methyl gluteryl co a 6 carbons هنا نعرف عدد الكربونات عشان بالنهاية الكوليسترول يكون 27 كربونات then the 3 hydroxy 3 methyl gluteryl co a will change or convert to me valonate by enzyme hydroxy methyl gluteryl co a reductase وهذا الانزيم هو controlling step أو key enzymes or regulatory enzymes for cholesterol synthesis it used to NAD PH زي ما قلنا هي require NAD PH فتستخدم to NAD PH now we finish the first step first step is synthesis of mevalonate and the mevalonate is synthesized from acetyl co A and acetyl co A which each one is two carbons acetyl co will converted by enzyme hydroxy methyl glutaral co A synthase to give us three hydroxy methyl glutaral co A which is six carbons three hydroxy methyl glutaral co A will converted by enzyme called HMG co A reductase which is the controlling or the key enzyme which is connected to cholesterol synthesis by using a net pH to give us which is mevalonate that's how we did the first step and we'll return to the figures to the slides so that it will be a bit more and we'll return to the first step هذه الخطوة الأولى synthase of mevalonate إذا لاحظنا هي إنه two molecules of acetyl co A عن طريق thiولase give us acetoacetyl co A then by using اللي هو hydroxy methyl glutaral co A synthase by addition of acetyl co A to give us 3 hydroxy 3 methyl glutaral co A by enzyme hydroxy methyl glutaral co A reductase it will give us l mevalonate by using 2 net pH this is the first step the second step is the formation of isopyrinoid unit okay isopyrinoid unit طبعا هذي عبارة 5 carbon هنعرف كيف تم تكوينها okay the second step is the formation of isopyrinoid نروح للfigures the second step is that at the end we will make isopyrinoid unit first isopyrinoid and mevalonate well converted to mevalonate 5 phosphate by enzim called mevalonate kinase and using ATP يتم استخدام ATP خطوة الاولى mevalonate بيتحوو l by enzim mevalonate kinase by using l whole utilization of ATP to give us l huwa mevalonate 5 phosphate mevalonate 5 phosphate will convert it by enzyme called phospho mevalonate 5 kinase by using also ATP يتم اضافة kaman ATP واستخدام l huwa hydroxyl to give us l huwa mevalonate 5 di phosphate صارت هنا di okey then the mevalonate 5 di phosphate will converted by enzyme l huwa l huwa di phospho mevalonate kinase مرة ثانية using برضو l ATP فتتحول الى mevalonate لكن هنا هتكون بالposition 3 فتتحول الى mevalonate 3 phosphate 5 diphosphate ثم and then the mevalonate 3 phosphate 5 3 phospho 5 diphosphate will convert will convert by enzyme di phospho mevalonate decarboxylate so there is what decarboxylation reaction it m tarad 1 molecule of carbon dioxide it was 6 carbon and then there is one molecules are removed it will be how many it will be 5 carbons so it will give us a new molecules called iso benetile or benetile diphosphate iso benetile diphosphate هو عبارة عن iso berenoid unit يعني اصلا من انواع iso berenoid unit اللي عندنا منها اللي هو iso benetile diphosphate وعبارة زي ما انتم معارفين five carbons هاد الخطوة ماهي الثانية نروح لال slides الخطوة الثانية الميبالونate ميبالونate ميبالونate 5-phosphate بيينزيم ميبالونate kinase and there is a using of ATP then the ميبالونate 5-phosphate will convert it to ميبالونate 5-di-phosphate by enzyme called الميبالونate kinase then also using ATP then the ميبالونate 5-di-phosphate will convert it to ميبالونate 3-phospho 5-di-phosphate by enzyme called diphospho ميبالونate kinase also using ATP then the ميبالونate 3-phospho diphosphate will convert it to iso benetide diphosphate by diphosphate which will be this one is 5-carbon and iso benetide diphosphate is عبارة عن اللي هو نوع من أنواع isoprinoid unit to form condensation عملية تكثف أو تجمع of six ستة اللي هو isoprinoid unit to form saquanine يعني ستة molecules بمعنى آخر إنه الستة في خمسة كربونات يعطينا مركب يحتوي على 30 carbon which means that saquanine will be 13 carbon because it's condensation reaction عبارة عن عملية تجمع طيب كيف يتم تكوين الساquanine كيف يتم تكوين الساquanine we'll go to the figures طيب the second step the end product is isopinitide lyphosphate then they said six of isoprinoid unit six of isoprinoid give us how this reaction will be the isoprinoid diphosphate will convert it by enzyme called isoprinoid diphosphate isomerase to a new product called three three dimethyl diphosphate isoprinoid isomerase after this isomerase 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 الى ثري دايميثالايل دايفوسفيت اوكي بعدين هذا المركب اللي هو ثري دايميثالايل دايفوسفيت بترتبط مع مركب من الايزوبنيتالايل دايفوسفيت بمعنى هنا عندنا 5 كاربونز وهذا عندنا 5 كاربونز وهذا عبارة عن ايزومريز يعني نفس الشيء بس اختلفت في التوزيع فقط يعني هنا كمان 5 كاربون يعني المركب النهائي اللي هيطلع لنا هو عبارة عن 10 كاربونز طيب then the condensation of ثري دايميثال الى دايفوسفيت with the isobinitile دايفوسفيت by enzyme called cisbenitile transferase to give us a new product called gerenal diaphosfate this gerenal diaphosfate is about 10 كاربونز نهمنا عنه كيف الحين كونا 10 كاربونات عن طريق اندماج الايزوينزيم مع الايزومريز مع الايزومريز التابع على المركب مع المركب نفسه فكوننا اللي هو هذا المركب اللي يسميناه gerenal diaphosfate اللي بيحتوي على كم على 10 كاربونز then this gerenal diaphosfate which is 10 carbons will condensation with isobinitile diaphosfate يتبط مرضو مع الايزوبنتile diaphosfate بمعنى اخر انه الجنرال diaphosfate اللي هو 10 carbons will add اللي هو الايزوبنتile diaphosfate اللي هو 5 carbons عشان كده بيصير the end product of this condensation will be 15 carbons okay then this reaction is catalyzed by enzyme called cis اللي هو berenal transferase علشان تعطينا مركب called farinicile diaphosfate والfarinicile diaphosfate عبارة عن 15 carbons okay 15 carbons then the farinicile diaphosfate which is 15 carbons will be condensate يعني هل يحصل لها عملية تكثف two molecules of farinicile diaphosfate يعني مركبين من هذا المركب اللي هم 15 carbona 15 carbona بيتجمع مع بعض 15 carbons with 15 carbons will condensate to each other bi-enzyme called 6 and there is a utilization of a nat pH شان يعطينا يش السكوالين السكوالين is 13 carbons فلو صغرنا كده فلو صغرنا كده لاحظت الباثوي هنا في هذا المكان في هذا المكان اللي في النص هل يحصل لها farinicile diaphosfate بيتجمع مع بعض 15 carbons بيتجمع مع بعض 15 carbons واحدة من المركبات اللي ما تحولت isobinetile diaphosfate بيرتبط مع 3 di هذي عبارة كلها عن 5 carbons 5 carbons يحصل لها condensation ترتبط مع بعض عن طريق انزيم اللي هو اسمه cisbenethyl transferase to give us a new product called genyl diphosphate which is 10 carbons then the genyl diphosphate will be addition to it اللي هو isobinetile هذا يتم إضافته هنا to give عن طريق الانزيم called اللي هو cisbenethyl transferase to give us اللي هو farinicile diaphosfate which is 15 carbons then the farinethyl diphosphate if you see here two molecules of it and the name مركبات farinicile diphosphate to give us عن طريق الانزيم اللي هو sequaline synthase يعطينا اللي هو sequaline product هذي عملية الباثوي كاملة طيب في عندنا هنا كمان figures يلخص العملية بشكل يعني أسرع الخطوة الأولى سوينا synthesis of اللي هو ميفالوني وهذا الخطوة الأولى من الأسيطار كوي وكان فيها عدة reaction ثم من الفيفالونيت الخطوة الثانية سوينا كوننا اللي هو ISO اللي هو بيرينويد unit ثم في الخطوة الثالثة كوننا اللي هو حصل بتحصل عملية اسمها cyclization عملية اللي هو انه هذا المركب يحصل له cyclization يعني بيرتبط يعني كيف أشرح لكم بيرتبط مع بعض البعض على اساس تكون شكل دائرة أو يعني تعطينا مركب الشكل دائرة أكي ف قبل هذه النقطة المركب اللي هنا بعد ما يعني 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 يحصل له عملية cyclization of sequalene تعطينا مركب اسمه اللي هو اللانو steroy أكي مركب هذا يكون شكله دائري عملية اللي هو cyclization تحدث في الاندو بلازمي reticulum plasmic plasmic reticulum كيف تحدث حمليات اللي هو الاندو بلازمي اللي هو reticulum طيب العملية cyclization هنشوف الحين هنا هذا اللي هو sequalene لاحظوا انه كانت ما هي مرتبطة هنا لاحظوا انه كانت ما هي مرتبطة كمان sequalene مرتبطة او يعطينا الاندو الاندو الحين ثم تحصل لها عملية cyclization عن طريق اللي هو زي ما قلنا الساكولين ايبو ايبوكسايد ايبوكسايد تعطينا مركب لها عملية cyclization اللي هو التذكير والتغليق بمعنى هذا الشي طيب نروح للخطوة الاخيرة وهي الخامسة is the formation of colesterol from اللي هو اللانوستيرويل اوكي يتم تكوين الكلستيرويل from اللانوستيرويل طيب طبعا العمليات الثلاثة الاولى كلها تحدث فين في السايتوسول لكن عملية رقم اربعة اللي هو cyclization والكلستيرويل هذه العملية الخامسة تحدث في الاندو بلازميك retic يلم اوكي اه retic يلم اوكي طيب نروح للfigures لمنسيت من figures تزال موجودة العملية الرابعة الثالثة طبعا الخطوة الاولى في السايتوسول الخطوة الثانية في السايتوسول الخطوة الثالثة كمان في السايتوسول الخطوة الرابعة في الاندو بلازميك reticulum نلاحظوا هنا الاندو بلازميك reticulum هي الخطوة الرابعة والخمسة طيب الخطوة الرابعة حصل على عملية السايكليزيشن عن طريق اللي هو الساكولين إيبوكسايديز أيضا يستخدم الناد بي اتش والفاد أعطتنا مركب اسمه اللي هو اللانو ستيرويد ثم في الخطوة الخامسة will give us اللي هو عن طريق اللي هو اللانو ستيرويد بيحصل لها عملية تكلفage بتعطينا اللي هو بيتم إخراج ثلاث كربونات عشان تتحول من ثلاث كربونات إلى ثلاث كربونات كربونات الكوليسترول عن طريق الواليوزين أوف الناد بي اتش وكذا كونا الكوليسترول هذا بالنسبة للفيقرس طبعا لك نخلونا نروح إلى السلايس كمان نشرح يعني بالمرع هذا الساكولين حصل لها العملية الرابعة اللي هو cyclization في الاندو بلاسم كريتيكلم كولنا اللي هو الانو ستيرويد ده الانو ستيرويد حصل لها عملية الدي carboxylation but for three carbons here it was يعني 13 carbons when there is a removable of three carbons will give us اللي هو 27 carbons which is is the colesterol ok هذه هنا الخطوات مرة ثانية كمان بعملية يعني شوية كده معقدة تعطينا كيف تحول اللي هو اللي هو الانو ستيرويد إلى الكوليسترول بس هذه الخطوة يعني ما هي مهمة جدا بالنسبة للخطوات السابقة فطريقة عملها يعني هنا بس ممكن تحفظوا أنه الليوستيرويل تحول إلى طريقة عدة تحول إلى كوليسترول عن طريق تحوله اللي هو دسميثايل اللي هو لانوستيرويل ثم تحول إلى الزايد موستيرويل وهذه الأشياء يعني لكن مهم أنه تحول من هنا إلى هنا هذا بالنسبة مختصة مفيد وهو كان هذا اللي يرخص هذا السلايد أحسن بالنسبة للموضوع حالا هنا هذه العملية بشكل عام كامل كيف تم التكون الخطوة الأولى قلنا أنه تجمع الاثنين مع بعض وتكمع الثلاثة عشان يكونونا اللي هو 6 carbon وال6 carbon هذه تحدث عن طريق كونتنا اللي هو الهادروكسي مثال ثم عن طريق اللي هو الريدكتز كوننا اللي هو اللي هو الميبالونيت اللي هو 6 carbon بعدين من الميبالونيت حصلت عدة reaction هذه الخطوة الأولى طبعا ثم حصلت عدة reaction عشان تمشي للخطوة الثانية وحصل decarboxylation كوننا اللي هو isobinitlite اللي هو pyrophosphate اللي هو عبارة 5 carbon لأنه هنا حصل decarboxylation ثم في الخطوة الثالثة تم تكوين 6 يعني molecules of this منها أول شيء كوننا اللي هو grotrile اللي هو pyrophosphate اللي هو عبارة عن 10 بعدين كوننا اللي هو الفرنصايل اللي هو 15 بعدين حصل 2 condensation of 15 ثم كوننا اللي هو الساكوالين اللي هو عبارة عن 30 carbon ثم ثم 3 اللي هو STA خطوة 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 ثم الكوليسترول إما يمشي للليفر عشان يكون البايل صوت أو يمشي على الاندوكراين غلانس يعني الغدد الداخلية عشان يكون الاستيرويد هرمون هذه مختصر مفيد الخطوات الخمسة هذول وهذه كمان هي مكتوبة الآن هنا الخطوات الخمسة البايل سنتيسز الكوليسترول ديفايد انتو 5 ستبس البايل الستب الأولى اللي هو ميفلونيت أو ميفلونيت from acetyl-CoA والميفلونيت هو عبارة عن 6 كاربون بعدين الفرميشن of isopyrinoid unit اللي هو 5 كاربون بعدين الوكندسيشن of 6 بيرينويت اللي هو 6 في ملتبلاي اللي هو 5 كاربون فرم اللي هو ساكولين which is 13 كاربون ثم ساكوليزاتيشن اللي هو اللانوستيرويد اللي هو about 13 كاربون also then there is a removable of 3 كاربون which is for moist and cholesterol اللي هو about 27 كاربون from اللي هو اللانوستيرويد مختصر برضو يعني بسيط جدا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلكم من جديد لشرحات جديدة بإذن الله لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر التنبيهات لمشاهدة جميع المقاطر عشان تشويكم الاشعارات أول بأول كمان يمكنكم تدعموا قناتنا بالبحث عن قناتنا الثانية جي 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 وان اكس أو الدكتور جمال بالعربي هتضغطوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات ممكن تدخلوا على القناة وتشويكوا عليها وتشوفوا الأشياء اللي فيها توجد فيها العديد من الأشياء اللي قاعدين نشرحها في لغة بسيطة وعامة وإن شاء الله الكل يتفهمها غير كده في قواعم تشغيلية زي ما انتم شايفين في عنوين طبي وعنوين تقنية وغيرها الكثير ما رح أطول معكم ممكن تروحوا وتتفحصواها بنفسكم وإلى مقطع جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم